المشكلة في النوم أو الأرق دي مشكلة كبيرة وفرع من فروع الطب النفسي بنتكلم فيها بشكل مستفيد الفكرة أنه طبعاً أن الأرق أو عدم النوم له أسباب كتير من ضمن الأسباب الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة الاكتئاب واضح جداً من طريقة الكلام أنه فيه مشكلة أسرية مشكلة اجتماعية بتوجه للمتاصل الكريم وهي اللي مأسرة على النوم وهو حتى لما راح للطبيب المخ والأعصاب من ضمن العلاج اللي هو بيكتبه علاج الاكتئاب طبعاً احنا بمفروض الطبيب النفسي بيتعامل مع المشكلتين بيتعامل مع سبب لأدى طالما أن الأرق ده له سبب وفيه سبب واضح التوتر والاكتئاب اللي موجود لازم يتعامل معاه وممكن نضطر أن احنا نتعامل مع الأرق لوحده في حد ذاته المشكلة برضو في علاج الاكتئاب الناس ما بتصبرش يعني الناس لما بتيجي تتعامل التعامل مع الطب النفسي مش زي التعامل مع الأمراض العضوية يعني ممكن لو حركت مثلا عندك واجع في ظهرك فروحت الصيدلية خدت أرس بعد نص ساعة بلاتتحس أن أنت كويس خدت أرس للضغط بعد ساعتين نقيس الضغط أن لا يتضغط كويس فالناس بتتعامل مع القصة بالشكل ده لا الموضوع محتاج أولاً أنه هو يروح لطبيب نفسي كل الضغوط النفسية اللي موجودة عنده دي يبتدي يقولها يبتدي يطرح الدكتوري لازم وظيفته أن هو يسمع هل عم سامح واللي عنده مشكلة مرتبطة بالضغوط النفسية برضو زي الأستاذ كريم أو ضغوط مرتبطة بالقلق هل يسكوا فيه أن العلاج النفسي هيجيب نتيجة؟ هو طبعاً العلاج النفسي وربنا سبحانه وتعالى طبعاً هو الشافي الطب النفسي هو طبعاً سبب من الأسباب الحالة اللي بيتكلم عنها حضرتك حالة لها علاج طبعاً يبقى نقول عم سامح يتوجه للطبيب أول حاجة يتوجه للطبيب النفسي ولازم كمان يبقى عارف أن العلاج الاكتئاب أولاً يعني علاج الاكتئاب أو كتير من الأمراض النفسية مش دوى بس يعني الدوى جزء من منظومة العلاج في الطب النفسي فيه عندين حاجة اسمها العلاج النفسي العلاج النفسي وظيفته بيقوم بيه متخصصين مش لازم يكونوا أطباء على فكرة يعني فيه ناس كتير بتشتغل العلاج النفسي ومؤهلين تماماً أن هم يتعاملوا مع المريض من ضمن الحاجات في العلاج النفسي حاجة اسمها العلاج السلوكي المعرفي إزاي تقدر تفكر ممكن يكون فيه أمور كتير جداً عاملة مشكلة لحضرتك في حياتك لأن انت حريك بتفكر فيها بشكل خاطئ لما تتعامل حضرتك مع حد يوري حضرتك طريقة التفكير السليم ده بيحل لك جزء كبير من المشكلة أنت النهاردة لما تكون حضرتك جوه المشكلة ما بتعرفش تلاقي لها حل لما تتكلم مع حد من برى المشكلة حد أولاً دارس إزاي يتعامل مع حضرتك وتاني حاجة بعيد عن المشكلة وبعيد عن الضغوطات اللي فيها فده بيحل لك جزء كبير من المشكلة إذن عم سامح يروح لطبيب نفسي والحاجة التانية بس عشان ما ننساش أن علاج الاكتئاب مش حباية هتأخذها النهاردة هتبقى كويس أخير من المهدد لازم طبعاً الأول طبعاً المنومات مش حاجة كتير إحنا بننصح بها أنا بنعالج المشكلة